السلام عليكم و اهلا و مرحبا بكم في مطبخ وصفتي في الوصفة اليوم شاء الله سنحضر معكم زيت الزيتون في البيت يعني كيفاش تحصلوا على زيت الزيتون غير في البيت ديكم بطريقة سهلة وسريعة كما كان عارفوه كان بزاف ديال طرق تقليدية الي كانوا كيالآباء ديالنا والجدود كيحضرنا كي بها زيت الزيتون في الموسم ديال الزيتونة كي الموسم جديد مني كيدخولك كيالزيت كيحضروه بحط طريقة تقليدية وسريعة في نفس الوقت واليوم شاء الله جبتلكم طريقة عصرية وسهلة في نفس الوقت الي يمكن اي واحد يحضر بها زيت الزيتون في البيت دياله المهم يا اي حبائي قبل ما ندوزوا الوصفة ديالنا ما تبخلوش حليا بلي لايك ديالكم لك تشاهدوني الاول مرة مرحبا بكم في مطبخ وصفتي اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الانبيهات باش تبصلوا دايما بكل جديدي وكما تعودنا دائما قبل ما نبدو اي وصفة منصف الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد وده بخليكم مع المقادير وكيفية تحذير بسم الله على بركة الله في الوصفة ديالي ان شاء الله غنحضر معاكم زيت الزيتون في المنزل كما كان عارفو فهذا هو الموسم ديال الزيتون لهذا ان شاء الله غنحضر معاكم زيت الزيتون في البيت بطريقة سهلة وسريعة المهم يا احبائي في الوصفة ديالنا غنحتاجو فيها الزيتون اللي كيكون طريع يعني ماشي الزيتون قديم الزيتون خسو يكون دهاد العم هدايا باش تلقوا فيه الكمية ديال الزيت لان الزيتون الى كان قديم كنوا اكيدين ما غنالقوش فيه الزيت لهذا كما اذكرت لكم بالنسبة لهذا الوصفة تادو كيتحضرو في الموسم ديال الزيتون يعني من يكون يا الله طابه المهم يا احبائي الكمية كتبقى على حساب الدوق ديالكم المهم انا عندي هنا جوج كيلو كندير واكية من جوج كيلو فوق باش كنحصلو على الكمية ديال الزيت والزيتون ديالناع بطبيعة الحال كنغسلوه بشكل جيد يعني كننضفوه وعاد كنضزو باش نحضرو الوصفة ديالناع المهم في هذه المرحلة هادية غنحتاجو للكاس كما يمكن لكم اكيد ديرو شحجار وكنهرسو باكية الحبة ديال الزيتون غير كنشوقوهو بحلية شكل هدايا ومن بعد كنحيدولو من ناوة او لدك العظام اللي كيكون داخل وبالنسبة لدك العظام حتى هو كنحتفضو به يعني ما كنلوحوش لان انا غنحتاجو فيما بعد هنا كما كتلاحظو معين بعد ما كنكملو بالتهريس ديال الحبات كنديرو اكي غير واحد الكمية وكنبقوا كينا نحيدو العظام كما يمكن لكم تهرسو الحبات اللي عندكم كاملين وعاد تحيدو هاد العظام ولي هاد النواع يعني كتخدمو كما حبيتو وكما ذكرت لكم بالنسبة لهاد العظامات كنحتفضو بما كيفش صح لان انا غنحتاجوهم فيما بعد المهم بنفس الطريقة غنستمر حتى غنكمل الكمية اللي عندي ومن بعد ما كنحيدو الزيتون ديالنا العظام ولا الناوة فضل المرحلة هادي الزيتون ديالنا ما كنغسلهش كنكتاب فيه وغير بالغسله اللي اولا اما فضل المرحلة هادي كنخليه الزيتون ديالنا كيمة هو باش كنحافظو على دك الكمية ديال الزيوت اللي كتكون فيه وكذلك هاد النواع ولا هاد العظامة هادو را كنحتفضو بهم خليكم ان شاء الله معي وغتشوفو ان شاء الله جميع التفاصيل المهم في هاد المرحلة هادي غنحتاجو للطحانة ديال ماطيشة اللي كنطحنو فيها ماطيشة بنسبة لهالطحانة هادي كيكون عندها ثلاثة ديال شبكات احنا غنديرو دك الشبكة اللي كتكون غليضة لان الزيتون ديالنا بغينها كيهبط مهرمش يعني ما يجيش هكي بحال العاصر المهم كملاحظة بنسبة الزيتون ديالكم يمكنكو ما كيهبطحنو في اي اداة غير هو الزيتون خصويت تطحان ويبقى مهرمش باش هكي خرج لكم الكمية ديال الزيت في حالات اللي اطحنتو الزيتون ديالكم اولا كيهبط على شكل العاصر كنوا اكيدين را ما غاي خرجلكم ش الزيت كيما كنعرفو احتف الطحانات التقليديين ولا الطحانات العصريين اللي كنخرجو بيه مكيهز الزيت بالمواكن را ما كيهبطحنوش الزيتون كيكون في الطحانة ديال ماطيشة وكندو اكيدين اللويو على شكل هدايا كنحاولو اكيدين راحتف تجاه المعاكس باش اكيدين طرفها ديال الزيتون كيطلعوه هنا كما كتلاحظو معاي بالنسبة الزيتون ولا ما كيهبطحنش بزاف كيهبط منو اكيدين شوية ديال عصارة اللي كتكون اكيدين مهرمشة وكيبقى اكيدين طرفة ديال الزيتون مطحوني في طحانة ديال ماطيشة كننزلوه مكيف زلافة ديالنا وكننضيفو كمية اخرى وهدا هو الزيتون ديالنا بعد ما طحنتو كيكون حالية شكل هدايا كما ذكرتلكم بنسبة الزيتون خصوكوها كيهبطحنش بحالية شكل هدايا باش كتتخرج منو داك الكمية ديال الزيوت المهم فضل المرحلة هادي غنحتاجو اكيدين واحدة طنجرة اللي كندلو فيها كواحدة الكمية ديال المحتة كتغصى المرحلة ديال الغلايا وكننزلو فيها كيهز زيتون ديالنا يعني كندلوه كيهب حمام مائي وكنستمروه كيهبطحريك بنسبة لهاد العملية هادي يعني عملية تسخيل اللي كتخلي الزيت يخرج من هدا الزيتون هدايا المهم كنحركوه كيش شوية غير حتى كيصخون زيتون ديالنا وكنضيفولو داك النوا ولا داك العضومة بنسبة لهاد العضومة هادو مني كنعصروا كيز زيتون ديالنا يعني كيخليو داك الكمية ديال الزيت تخرج من الزيتون يعني ما يبقى شاك يزلق معنا. المهم هنا يفضل مرحلة كاستمر في التحريك يعني هال العملية هادي تقريباً غا تأخذ منها كي واحد لعشرين دقيقة ولا خمسة وعشرين دقيقة يعني كيبقى على حسب الشوالة دي يكون. انا عدي هنا هي شوالة متوسطة مع الاستمرار في التحريك. بالنسبة لها العملية هادي فهي عملية دي التسخين اللي كتخلي الزيت يخرج من هاد الزيتون. لهذا كنديرو فاد الحمامائي. وكنستمروا كيف تحريك حتى كيبنها كيالزيت. ببدا كيخرج من الزيتون. حال هاشكال هدايا ده ما ان شاء الله غنحيدو هاد الحمامائي. هنية كندروا كيف شيئينة ولا في شيء زليفة. وكنخليه الزيتون دي الناحتى كيبرد يعني كيبرد تماماً تقريباً اكا واحد لعب عدية السوياع ولا خمسة كنغطيوه وكنخلي وهي برد. ومن بعد ما كيبرد الزيتون دي الناك ما كتلاحظو معي ما شاء الله. فالزيت را كيطلع حال فوق حالي شكل هدايا. المهم بالنسبة لكمية دي الزيت كتبقى على حسب النوعية دي الزيتون كزيتون اللي كتكون فاكية واحد الكمية كتيرة. كزيتون اللي كتكون فاكية كمية قليلة. المهم في الاخر ان شاء الله را غتحصلوا على الزيت. فالمرحلة هادي غا نحتاج تلاتة دي الكؤوس دي الماء اللي كيكونوا طايبين يعني يواصلي لمرحلة دي الغلايان. وكنضيفوهم بالتدريج يعني ما كنضيفوه مش دفعة وحيدة. كل مرا كيما كتلاحظو معي كنضيفا كيهاشي كاس ديه longer home وكان حرك مزيان. معهات كنضيفوه الكمية اللي بقتلنا. المهم بالنسبة لهذا الما هادا هو اللي خاندك الكمية دي الزيتون تخرج معاد زيتون هدايا. لهذا كنضيفوه الماء وكان حاولوه كين معسو الصزيتون ديان نام زيان. فالمرحلة هادي ذاك الكمية دي الزيوت اللي كتكون فهات زيتون كاملة كتخرج فهات السائل. المهم يا احبائين بعد ما كان معزو الزيتون دينا مزيان بحالي هشكل هدا يا. طبعا ان شاء الله غنغطيوه وغنخليوه ليلة كاملة يعني يرتح مزيان باش هكيا كيستخرج داك الكمية ديال الزيوت اللي كتكون فيه. على بركة اللهم بعد ما كاتمر ليلة كاملة فهدا هو الزيتون دينا كما كتلاحظو معي ما شاء الله في الكمية ديال الزيت راباينة على هشكل هدا يا. وفضل مرحلة هادي غنضوزو باش نعصرو الزيت ديالنا ولا نخرجو هاد للي الكمية ديال الزيت اللي كتكون فيه. هنغنحتاج لواحد القطعة ديال التوب اللي كتكون شفافة يعني كتكون اكي رقيقة. كدلك هندير اكي القطعة ديالتو بيتفروا. بحال هشكل هدايا. فاد مرحلة هادي را كي نزل الزيت مخلط مع داك الكمية ديال ما اللي كتكون فيه. وفي الاخير راس زيت كي يطلع الفوق. والكمية ديال ما راكتها بطل تحت. كما اذكرت لكم بالنسبة لك الكمية ديال ما اللي كنديروها كتساعدنا في التعصير. باش الزيت ديالنا يخروج مهاد زيتون. او كنعصرهم زيان. حتى كيولي هكي الزيتون ناشف يعني كيبقى وكي غير القشور ودك العضو ما. وهدا هو الزيت ديالنا بعد ما عصرناه. فاد مرحلة هادي كنديروها كيف شقريعة ديال الجاج. وكنغطيوها وكنخليو الزيت ديالنا ليلة كاملة. باش هكيا دك الكمية ديال ما كتبطل تحت. والكمية ديال زيت كتطلع الفوق. وفي حالة كلا بغيتو اكيد تسرعوا العملية ديال فرز الزيت عن الماء. يمكن لكم اكيد ديروه في الشمش. يعني تقريبا كواحد ستاديا سوايا. وغتلاحظوا باني الكمية ديال السوائل غطها بطل تحت. والزيت غا يطلع على الفوق. المهم انا يا احبائي غنخليه ليلة كاملة. وغير جامعكم. على بركة اللهم بعد ما كتمر ليلة كاملة. كما كتلاحظوا معي. فالزيت ركي يطلع الجيال فوقانية. ودك الكمية ديال السوائل والدية اللي ما ركتها بطل تحت. وهكا الزيت ديالنا يكون صباح جاهز. المهم يا احبائي هدي تكون واحدة من الطرق اللي كنحضر بها الزيت في البيت ديالنا. طريقة سهلة وسريعة. انتمنى ان شاء الله اتنالي اعجبكم الوصفة ديالي يونضم قليلا نودعكم. لك تمازالين كنشاهدوني حتى لها دقيقة. شكرا بزاف للمتابعة ديالكم. انطلقى ان شاء الله في فيديو اخر وصفة تانية. مع سلامة.